فالسلاح الأقوى في مواجهة كورونا أو على الأقل السبيل الوحيد المتاح للوقاية من أي التعقيم المتواصل لكن هذا التعقيم ينطوي على مخاطر عدة قد تكون مميتة حيث حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية المستهلكين من تسعة منتجات في الواقع تستخدم لتعقيم الأياد نظرا إلى احتوائها على الميثانون وهي مادة قد تكون سامة إذا تم تناولها أو انتصاصها من خلال الجلد إدارة الغذاء والدواء في الواقع الأمريكية وبحسب ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز اختبرت عينات من منتجين ماذا ثبت لها؟ وجدت أنهما احتويان على 81% من الكحول و28% من الميثانون هذا الميثانون معروف باسم كحول الخشب مضيفة أن الميثانون ليس مكونا مقبولا لمطهرة اليد ويجب عدم استخدامه بسبب آثاره السامة لا سيما على الأطفال حين استنشاقه أو فركه على جلدهم وفي الإطار نفسي أكد طبيب طوارئ في أحد ما شافي نيويورك أن الخطر الحقيقي ليس من الميثانون نفسي بل مما ينتج عن استقلابه في الدم من أحماض أخرى مثل طبعا حامض فورماليدهايد وحمض الفورمك الذين يسببان آثارا مميتة وأيضا يحدث التسمم عادة في فترة تتراوح بين 6 ساعات و 3 أيام وأكد طبيب الطوارئ الأمريكي ضرورة طلب العلاج الفوري في حال التعرض لمطهرات مصموعة من الميثانون إذ إن التعرض الكبير للميثانون قد يؤدي إلى الغثيان إلى الصداع العمد دائم النوبات حتى الفشل الكلوي وغيرها هذا وقد شددت في الواقع إدارة الدواء والغذاء الأمريكي على ضرورة تخلص المستهلكين من المطهرات المماثلة في حاويات نفايات مناسبة وعدم غسلها أو سكبها حتى في المجاري شكرا